السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم من جديد طلاب العزاء طلاب الصف الثالث السهنوي. مع كلان بسين درابع على قناة انجليزي. النهاردة بازن الله هنشوف مع بعض شرح درسين الاول والتاني من واحدة تانية بعنوان قصتها او انجازها. تعال نشوف هنا هيتكلم عن ايه اللي بيتم بتقسيم القواعد اللغوية دروس الوحدة عشان الطالب يتمكن من اتقانها او من دراستها. طيب الجرامر هنا هيكون ايه القواعد اللغوية? قال لي هنتكلم عن past perfect symbol الماضي التام symbol البسيط and past perfect continuous والماضي التام المستمر. تعال هنشوف الماضي التام البسيط the past perfect symbol وهو مبني active للمعلوم يعني الفاعل هو من قام بالفعل وهو مبني passive للمجهول وهنا بيتم بدء الجملة بالمفعول ولم يتم ذكر الفاعل. طيب واحدة واحدة كده علشان نفع. قبل ما نبدأ يلا اعمل اشتراك في القناة فعل زر الجرس سيب لي كومنس ماي حاجة انت محتاجة وانا هرض عليك وادخل الشرق في جروب التليجرام ولو الكتاب مش موجود معاك فالبيدي اف بتاعها هيكون موجود في وصف الفيديو. تعال نشوف المبني للمعلوم اكتف قال لي المبني المعلوم بيقوم من الفاعل وهد والتصريف رقم تلاتة تاني فاعل هد تصريف رقم تلاتة تصريف رقم تلاتة لان الزمن تام يبقى لازم التصريف يبقى رقم تلاتة وهد علشان احنا قلنا ماضي طب لو كلنا قلنا هاف وهاز يا ميس يبا انت كده دخلت في المضارع طب طرح ما قلت هاد يبقى ده ماضي وطبعا لازم نجي معاك تصريف رقم تلاتة لها الباصل بارتصبر عشان يبقى كده الجملة مبنية الاكتف للمعلوم ادي نمسان اي هاد بود سان فروت انا اشتريب بعض الفاكهة بيفور جاينج هوم قبل ما ارجع لبيه فايني انا نقسم الجملة اضاي فعل هاد ويبود تصريف رقم تلاتة طب فلنفترض بقى ان انت عايز تبني الجملة للمجهول يبقى هاكيد هابدأ بالمفعول اللي هو سان فروت وهاجب المفعول اللي هو سان فروت وبعد كده هاجب هاد بس لازم تجيب لي مصطلح اسمه بين عشان اقول لك ان الفاكهة اشتريت ان القرى لعبت ان الطعام جهزة او اعدة يبقى لازم اجيب بين عشان اعرفك ان الجملة مبنية للمجهول لو انت جيت جربت جدا وحزفت بين من الجملة هتلاقي الجملة مكونة من هاد والتصريف رقم تلاتة فتلاقيك تلقائي تلاتة فين في الجملة المبنية للمعلوم طب ازاي عمس وهي اساسا اللي جملة بعد قبل المفعول اللي هو سان فروت بعد الفاكهة فسان فروت بعد الفاكهة هنقول هاد وبعد كده بين والتصريف رقم ايه والتصريف رقم تلاتة اللي هو بوت يبقى سان فروت هاد بين بوت بعض الفاكهة اشتريت يتقول باي مي ياما ما تحط هاش قبل ما ارجع البي يبقى تاني مبني للمعلوم فاعل وهاد وتصريف رقم تلاتة لكن مبني للمجهول مفعول وهاد بين والتصريف رقم تلاتة طب كمل معي قال لي امتى بقى باستخدم الزمن ده اللي هو زمن الماضي التام زمن الماضي التام عشان نكون يقوم متفاقين مع بعض لازم يكون عندك حدثين حدث اول وحدث تام والحدث الاول ده هيبقى ماضي تام لكن الحدث التاني ده هيبقى ماضي بسيط ولو جينا نسأل الحدثين ايه اللي حصل فيه كل اول هيبقى الماضي التام وايه اللي ترتب عليه او ايه اللي تم بعده يبقى ده ماضي بسيط يبقى الحدث الاول ماضي تاني الحدث التاني ماضي بسيط طب امتى باستخدم الزمن ده قال لي عشان تعبر عن الحدث او تعبر عن حدث الحدث ده تم قبل وقت محدد في الماضي يعني الوقت المحدد في الماضي ده البسيط واللي تم قبله ده الميل ده التام وفي الحالة دي بنستخدم تعبيرات زي باي بحلول بفور قبل في مثل هذا الوقت والتلات كلمات دول بيجي بعدهم وقت محدد في الماضي يعني باي 11 اكلاك 11 امبارح ايه اللي حصل زي سيكيريتي السيكيريتي هات سند 3 ايميلز بعد 3 ايميلات يبقى ايه زل هنا باي بحلول ويجي بعدها مدة زمنية ماضية الساعة 11 امبارح وايه اللي تم ايه اللي حصل السيكيرتيريا وده هات سند الماضي التام يبقى ادى الحدث الاول وادى الحدث التام كده فهم ان بحلول الساعة 11 كانت السيكيرتيريا بالفعل بعتت 3 ايميلات طب الحدث رقم 2 او التعبير رقم 2 بيعبر عن حدث تم قبل حدث اخر في الماضي يعني الحدث الاولاني ده ماضي تام والحدث التاني ده ماضي بسيط الاولاني ماضي تام التاني ماضي بسيط المثال بيقولي هي هات دون ده ماضي بسيط يبقى الحدث الاول ده ماضي تام الحدث التاني ده ماضي بسيط ويمكن استخدام since وفور ويجاست وارريدي مع الماضي الايه؟ مع الماضي التاني فالمثال بيقول انا كنت ااسف وانزا كامباني كلوز لما الشركة او او اي واس سوري اللي هو كان بيشتغل هناك منذ تخرج ايه اللي حدث تاني ايه اللي ترتب عليه هو حزين لان الشركة افلت طب فين هنا قال لي بتوع المضارع التام ممكن استخدامهم مع الماضي التام وهنا اقولي انا كنت حزين لما الشركة افلت اي هات وركت زرد انا شغال هناك من منذ تخرجي طب المثال اللي يوعده بيقولي اي هات اريدي سطاديت انجليش انا بالفعل دريست انجليزي before I travel to قبل ما سافر اسكوتلندا طب ايه اللي حصل للاول هو دريست انجليزي ايه اللي ترتب عليه او ايه اللي حدث التام بعده انه هو سافر اسكوتلندا يبقى ده ماضي تام هات اريدي التصريف الثالث وماضي بسيط اللي هو التصريف رقم اثنين للفعل كده انا خدت التكوين والاستخدامات بيجيب لي منة تست بسيط علشان اقول بحضور 1990 يبقى هنا هات ضم طب الجملة مبنية للمفعول المجهول يبقى هابدأ بالمفعول يبقى هات بين ضم اه وني واز لما انا شفت مستر ايمان في لندن العام الماضي كان عايش هناك بقى له ثلاث سنين هو يبقى هات ليفت طيب اه احمد واز انجلي كان غضبان لاني سامى ايه السابلت هات بروكين قصرة التابلت بتاع لازم اشوف كلمة ولما اشوف الكلمة اعرف ان ده ماضي التان عندي بعض الكلمات اللي بتدل ان ده ماضي تام ومغرب ما اشوفها في الجملة اعرف ان انا بتكلم عن الماضي التام او واللي بترتب عليه الماضي البسيط ايه هي الرابط دي الرابط دي قال احنا هنعمل تلات مجموعات تاني هنعمل تلات مجموعات او المجموعة اللي هي بي فور بايزا تايم وين بي فور بايزا تايم وين ولو عايز ترجمتهم ترجمتهم موجودة قداما بي فور قابلة بايزا تايم في ذلك خلوقت او في الوقت اللازي وين عندما تلات مصطلحات بي فور بايزا تايم وين التلاتة دول قالوا واحنا عايزين ييجي بعضنا الحدث رقم اثنين. اللي هو المدى الايه؟ المدى البسيط. وبعد كده هات الحدث رقم واحد اللي هو المدى التابن. يعني before by the time win وين بيساوك اللي كانت يفوق و before الشاف而 اللي ييجي بعدها المدة الزمنية في المدى. ب Choice. وين هايجي بعدها مدى وسيط وده الحدس رقم اتنين. وايه اللي هيجي بعد كده الماضي التام. فلنفترض ان انت جبت بفور وبيزة تايم ووين في منتصف الجملة. نيبقى هيقولك ان اللي حدس او الجملة او شق الجملة اللي هيجي بعدنا على طول ماضي بسيط. طب اجيب ايه في اول الجملة? شلي الماضي التام ده هاتوا انت في اول الجملة. ده في حالة ان ايه? ان بفور وبيزة تايم ووين? جم في منتصف الجملة. اديني مسال قبل ما نبدأ. ادى بفور وادى بايزة تايم وادى وين التلاتة اللي صحاب. قال هيجي بعدنا ماضي بسيط اللي هو جو وينت الماضي من جوه. فام اي لاي وينتو توبينت. طيب وعمل قمة. الحدس التاني ماضي تام. ايهادت شكد ماي ايميل فحص الايميل بتاعي. يبقى معايا بفور وبيزة تايم ووين? ماضي بسيط ماضي تام. طب تعالي يا بفور انت وبيزة تايم انت وين انت لو جبتوكو في منتصف الجملة. ايه اللي هيحصل? قالك احنا لازم يجي بعدنا ماضي بسيط اللي هي وينت الماضي من جوه. طب والماضي التام او ادي فين? روح اجراء وطلعو فين في اول الجملة. يبقى ايهادت شكد ما ايميل فحصت الايميل بفور او بزة تايم او وين قبل ما اروح السرية. يبقى ايه اللي حصل الاول فحص الايميل? ايه اللي ترتب عليه راح بعد كده ينام في اسرية. دعا نشوف المجموعة او الروب التاني اللي هو افتر بدء بحرف الايه. اسن اس بال ايه? وعندي كلمة وانس وزا مومنت وين. خمس كلمات. افتر اسن اس وانس زا مومنت وين. دول ييجي بعدهم ايه? قالها هيجي بعدهم الماضي التام اللي هو الباست برفت. وده الحدث رقم واحد. طب بعد كده باست سيمبل اللي هو الماضي البسيط. حدث رقم اتنين. فهنا بيقول لي افتر اسن اس وانس زا مومنت وين? ده ايه شباب دي المجموعة التانية. هيجي بعدها الماضي التام اللي هو الباست بارفكت. باست بارفكت ماضي تام والشق التاني باست سيمبل ماضي بسيط. طب المثال بيقول لي it was only when او it wasn't until. it was only when it wasn't until. it was only when it wasn't until. قال احنا زي مين? احنا زي افتر والسن اس يجي بعدنا ماضي تاني. بس احنا بقنا يعني بقنا اجرب لوحدنا لان احنا عايزين قبل ما تجيب الماضي البسيط تجيب معايا كلمة اسمها زت. تاني عندي مصطلحين. واحد اسمه والتاني اسمه مالكو يا مصطلحين. قال احنا زي في اللي هيجي بعدنا ماضي تاني. اللي هو الحدث رقم واحد. اما الاختلاف فين? الاختلاف انك لما تيجي تجيب الماضي البسيط لو سمحت هاد معانا كلمة اسمها زت قبل جملة الماضي البسيط. طب تعالي بقى واحدة واحدة كده. نشوف الامثلة. تعالي نشوف المثال بتاع افتر والسنقاز وانس وزا مومنت وين. جي بعدهم هاد تشيكد ادى الماضي التاني. والشق التاني بقى ماضي ايه? بقى ماضي بسيط. طب تعالي افتر انت والسنقاز وانس وزا مومنت وين. لو جيبناكو في المنتصف. هيجي بعدكم ايه? احنا زي ما احنا. بعدنا ايه? الماضي التام. طب والشق الاولان بتاعه بماضي بسيط ده. هاتوا في اول الجملة. فالجملة تقول انا رحت للسرير بعدة. السنقاز وانس زا مومنت وين اي هاد تشيكد ما ايميل فحص الايميل. يبقى هو هنا ما راحش للسرير الا لما فحص الايه? الايميل. المثال اللي بعده اللي هو اتواز او اتوازنت انتل. جيب بعدها اده ماضي تام هاد تشيكد. بس قبل ما تجيب الماضي البسيط معلش يعني. هات قبلنا كلمة اسمها زا ت. يبقى زا ت وبعد كده الماضي البسيط. كده خلصنا شوية الروابط اللي هما بيفوروا اخواتها. افتر واخواتها. والمصطلحين اللي بيحبوا ييجي معهم كلمة زا ت. رقم اتنين بقى بيقول لي عندك كلمتين كده وخفاف له زاز اسمهم تل وانتل. تل وانتل قالت انا معناه حتى او لغاية. يجي بعد ماضي تام. بس الماضي البسيط اللي هتجيبه قابلي ياردت بقى تجيبه منفي. تاني تل وانتل قالت احنا معاه مع يعني المعنى حتى او لغاية. تل وانتل. هيجي بعدك ايه? قالت انا عايزة بعد ماضي تاني. طب والشق الاولاني يبقى ماضي بسيط. فالمثال بيقول ادي تل وانتل بتاعتنا جي بعدها الماضي التام وقابلنا ديدي انتجوه اللي هو الماضي البسيط الموفي. تذكر بقى يمكن استخدام الماضي التام او البسيط بعد تل وانتل بمعنى انت مش لسه فوق ايه اللي اللي بعد تل وانتل ماضي تام او. بس هرجع اقولك لو جي ماضي بسيط ما يضرش. يشتغل برض. يبقى تل وانتل. هي ارائف او هاد ارائف. تمام. قال لي برضو تل وانتل ما سكتتش على كده. وقالت انت ممكن تستخدمني كحرف جر. يعني ايه? يعني بعد تل وانتل هتبعدي تعبير زمني. تاني تل وانتل قالت ممكن تستخدمني كحرف جر. معنى ايه ده يا تل وانتل? ده معنى ايه? معنى ان انت ممكن تجيب بعد ايه تعبير زمني. فالمثال بيقول زي ماتش المباراة ده انت ستارت ما بدأتش. انتل ناين حتى الساعة كار حتى الساعة التاسعة. اي ويتت فور يو انا قعدت انتظرك تل حتى ميت داي. خد بالك ان الجملة كده عملة تلف ودور في الماضي البصير. يعني تل وانتل حرف جر ويجي بعدهم تعبير زمني. فده بيدل على الماضي الايه? بيدل على الماضي البصير. يلا انكم. بعد كده after و before قالك لو ما فيش عندك فاعل فهاتت بعدين الفرب ومضاف له ing. تاني after وب فور قالت لو الجملة اللي بعدي ما فيش فيها فاعل هات بعد الفرب ومضاف له ing. يعني انت يا افتر هقولك checking ing او checking اوه يبقى after checking by email بعد ما فحصت او بعد الفحص للايميل بتاعي i went to to bed. طب المثال اللي بعده. before قبل ما going to bed قبل ما تروح السرير. قلنا بعدها ماضي ايه? ماضي بسيط. يبقى الشقة التاني يبقى ماضي ايه? يبقى ماضي تاني. يبقى ايزا هنا. يا افضر. لو هجي ببعدك مضافل و اي نجي فاخد بالك ان تشغل على الماضي التاني. وانت يا لو جي بعدك الفرب مضافل و اي نجي فاخد بالك ان تشغل على الماضي البسيط. يبقى افضر بعدها ماضي التاني والشقة التاني ماضي بسيط. طب بعدها ماضي بسيط والشقة التاني ماضي تاني. يبقى ازا التغييرات بعد الرابط في الازملة بتاعتها. والشقة التاني زي ما هو ما بيتغيرش. يلا في اللي بعدها. واحدة جديدة اسمها هافنج. اه هافنج قالت لو الجملة مبنية للمعلوم فانتهت بعد بص بارتسوق. يعني ما جيبش بعدك اي انجي هتقولك يا راجل اي اعقل. يبقى انا اخري اي انجي وترجع تجيب له اي انجي. يا بده شغل هابل ده. لا يا هافنج انت عايزة ايه? عايزة بعد تصريف رقم تلاتة. ده في حالة ان ما فيش فاعل. تصريف رقم تلاتة. يبقى كده الجملة مبنية للايه? للمعلوم. هافنج تشيك دي ما ايميل بعد ما فحصت الايميل. اي وانتو تو بيد رو تلسرية. طب يا هافنج لو مبني للمجهول هتعمل ايه? قالت هافنج بين والتصريف رقم تلاتة. هافنج بين تشيك دي بعد ما فوحي صاب. او بعد الفحص. او بعد ما الفحص تم. خد بالك. هنا ايه? هنا مبني للمجهول. فهتيجي ببصة ليه? المفعول تحزف. لان المفعول كان مفروض يبقى هنا. فهم ايه? بعد ما تم الفحص. زي ايميل والسنت تو زي اول او والسنت تو اول كاستومرز. الايميل اللي اتبعت لكل الزباين. تمام كده? او كل اللي هما الزباين او العمال. يبقى هنا هافنج هيجي بعد بسط لو الجملة مبنية للمعلوم. وهافنج هيجي بعد بين وبص بعتصبهم لو الجملة مبنية للمجهول. وفي كلتا الحالتين الجملة التانية ماضي بسيط. ما فيش فيها كلام دي. كويس جدا. طب بيقول لي بقى فيه تركيبة في نهاية الصفحة بتقولك ايه? عايز اقول لك النقطة دي احنا اخدناه في اول الكلام او اول ما اتكلمت. باي وبيفور وزا طايم او زا طايم. انتم عايزين ايه? عايزين يجي بعدنا ظرف زمان ماضي. يعني يا باي اجيب لك 2013 وسانة عدت او. وانت يا بيفور برضو ظرف زمني ماضي مسلا الساعة خمسة مبارح او. وانت يا زا طايم نفس الكلام او. وفي الحالة دي هنجيب ماضي تام. طب هتجي تقول لي تا مدامس اول استخدام في استخدامات الماضي التام. انه يجي باي او بيفور او زا طايم وبعدها ظرف زمني في الدل على الماضي. يبقى الشق التاني ماضي تا. عندي تركيب. رقم خمس. رقم ستة بيقول لي ايه? بيقول لي بقى اركز لي على حتة نو صونر وحتة هاردلي وسكيرل. انا عندي لو استخدامات الماضي التام مع ظروف معناها لم يكن حتى. بمعنى نو صونر زان. طب وانتي هاردلي او سكيرلي يبقى وين? نو صونر زان هاردلي او سكيرلي سي وين? قلت نو صونر قالت انا هيجي فين? انا هيجي اقسم التركيبة نصين وتحطيني. وقبل ما تجيب الجملة التانية بالماضي البسيط حط لي زان. تاني نو صونر قالت انت هتحطيني فين? اقسم التركيبة نصين. يعني قول ايهاد وقوم اين نو صونر اتشكد. وبعد كده هات زان والماضي التام. او الماضي البسيط. تاني نو صونر قالت اقسم التركيبة نصين وحطني. يعني قول ايهاد نو صونر اتشكد ماي ايميل. واكتب كلمة زان حتى I went to bed يعني الإيميل مكانش تفحص لم يكن يفحص حتى ذهبت إلى السرير يعني منذ ذهبك للسرير فده معناه أو إحنا فهمنا إن كده الإيميل تفحص طب يا ميس لو جات لي Hardly أو Scarley نفس الكلام هتقسم التركيبة نصين وتيجي في النص بس الكلمة الرابطة اسمها وين مش اسمها زين فهقول I had Hardly checked my email أنا بالكاد أو لم يكن فحص الإيميل وين حتى أو عندما أو ممكن نجيب برضو يبقى هنا يوين يا بيفور طب نوصونر عايزة زين قال لي لو أنت بدأت بقى بالظارف يعني بدأت بنوصونر كل حاجة زي ما هي لأ ما يصحش ما يفعش نرتب الجملة زي ما هي ببدأ بالفعل المساعد اللي هو هاد على الفعل يعني تقولي لي هو معكس هاش هو كان المفروض يجيب الأول وكده هاد وآي وشيد المثالين التي تحت دول وتقريبا معكس همش يعني كان المفروض نقول نوصونر هاد آي هاردلي هاد آي والكلمتين الرابطين زي ما هم كل الاختلاف إنك لو جدت الظرف في البداية سبق أو قدم الفعل المساعد على الفعل طيب تعال نشوف بعد كده طبعا دي كلها أسئلة المفروض أنت تحلها تعال نشوف بقى الملحوظات الإضافية اللي جايبها على الزمن هنا بيقول يا شباب لو أنت عندك نوت أنتل مش أنتل بس ونوت سينس وآني أفتر وآني وين وآني دول ما لهم قال دول لو جم في بداية الجملة نتقدم الفعل المساعد أو النقص على الفعل في الجملة الأساسية أو الجملة الرئيسية بمعنى إيه يعني نوت أنتل I had checked my email بس كده لحد كده تمام تعال بقى على الجملة الرئيسية أو الجملة الأساسية اللي هي I want to bid آه هي دي الجملة بتاعتنا نخليها نقدم الفعل المساعد في الجملة ماضي في الفعل المساعد بتاعها هيكون did وقوم آيل did وآي ومصدر الفعل دي يبقى نوت أنتل وتبدأ الجملة بتاعتك جملة الماضي التام وتعال في الجملة الأساسية اللي هي الماضي البسيط وابدأ بالفعل المساعد اللي هو did I وبعد كده أو did فعل ومصدر الفعل الملحوظة رقم اتنين قال لي لو أنت عندك رابط زمني زي after وجي بعد وماضي تام had done والشق التاني ماضي بسيط ماله بقى قال لي هي هيها لو أنت جبت having بس having بييجي بعدها زي ما احنا متفقين تصريفة الرقم الثلاثة وي بقصة simple اللي هي استبد زي ما هي قال لي هي هيها لو جبت الفعل الأساسي اللي هو كان تصريف تلاتة ده وجبت المصدر وحطيت له وعلي اللي جي وكملت بقية الجملة يبقى زي شوبنج دب أفهم من كده واحدة واحدة في صغط المبني ليه المعلوم لو أنت عندك رابط زمني زي after او او اي حاجة اي رابط زمني وجي بعده الماضي التام بتاعه وبعد كده ماضي بسيط فالمسال بيقول after I had done زي شوبنج لو احنا جبنا having وشلنا after وعايزين نحط having having لو جات بتشيل الفاعل والفعل المساعد ويجيب تصريف تلاتة على طول طب تيجي بقى نشيل having دي ونجيب done دي وننحولها المصدر الفاعل ويبقى هات بين والتصريف التالت هتعمل ايه وانت بتجيب having هتبقى بين والتصريف التالت بدل ما كان التصريف التالت فقط يعني بدل ما كنت بقول having been طب ليه لان انت كده بتتتكلم في المبني المجهول طب الفيرب اللي كنت ضفت له ING احزف بقى ING هاتك بحالك وهترجع للتصريف رقم 3 in the garage الجملة التانية ازا ما هي ماضي بسيط ماضي بسيط ولكن الشغل معايا في الرابط لو احنا مبنيا للمجهول فانت بتبدأ بالمفعول هات بين وتصريف رقم 3 طب فلنفترض يعني انا عايز اجيب having هتحزف بقى المفعول وتحزف الفعل المساعد وتنزل بين repared طب فلنفترض ان انا عايز اعملها زي المعلوم اللي كان الفيرب مضاف لقى نجي نجي بتاعتك دي خالص وهيجيب التصريف رقم 3 ويبقى تمام جدا لما بيجي يقولك بتذكر بقى وقت محدد لوقوع الحدث في الماضي البسيط فيمكن ان يحل محل الماضي التام كلاهما صحيح بمعنى ايه انا مش فاهم يا ميس يعني انت مسلا قلت لي امس صح اه مش هنا ماضي تام وهنا ماضي عندي هنا ترتيب احداث ده اللي حصل الاول ده اللي حصل التاني صح اه قالك تلما عندك ذكرت اي حاجة واي تعبير زمني بيدل على الماضي ممكن تشيل الماضي التام وتحط الماضي بسيط بس ده معناه ان الحاجة ديت ما استغرقتش وقت يعني ورا بعضها على طول لكن الماضي التام فيه استغرق وقت وفيه حدث اولاني وترتب عليه حدث تام تعالى نشوف الامثلة بتقول لي ايه بتقول لي زارة عمان في المستشفى الجمعة اللي فاتت قبل ما تزوره تاني مبارح يبقى البنت زارته الجمعة اللي فاتت ورجعت زارته مبارح طب احنا ممكن نشيل الماضي التام ونقول ان هي زارة عمان في المستشفى الجمعة اللي فاتت قبل ما تزوره مبارح يبقى فيه تعبيرات بتدل على الماضي يبقى ينفعل استخدام الماضي التام في كلتا الجملتين لحد هنا خلصنا مين لحد ديئة عند ديئة او اربعة وعشرين او خمسة وعشرين خلصنا زمن الماضي التام البصير تعالى بقى نشوف ماضي تام مستمر ماضي تام مستمر طالما مستمر ريه بالفرب لازم يضاف له انجي طب هعمل ايه بالتام دي يا ميس هتروح زي الشاطر جري يجيب لها بين طب وتام يبقى هاد طب لو عايز زنف يبقى هادت وبجيب قبلهم الفاعل يبقى يلا في الاثبات والنفي فاعل لو في الاثبات هاد لو في النافي هادنت والفربي تضاف له فالمسال بيقول لي ادا الفاعل شي ادا هاد فاعل مساعد وبين وعدي كان الفربي تضاف له اي نجي شي هاد بين تليفزيون المدة ساعتين وانشي في لسليب لحد مناسب شوف الساعتين اللي عندك دي اه خلتني اقول عليها ماضيتان مستمر ما مفعش عليها ماضيتان بسيط المسال اللي بعده بيقول لي وين عمر احنا ما كناش بنلعب حتى او عندما عمر وصل عندما عمر وصل فالمسال هنا كل اللي فيه ان هو اي نقط اللي هي هاد انت بيو فيه طب لو انت عايز اسألي بها فاعل يا مس هبدأ بهاد وبعد الهاد فاعل بين والفربي تضاف له اي نجي لهنا بين لان لازم ان طالما هاد يبتصريف رقم تلاتة فانا بروح اجيبك يا بين تعويضا على ان لازم يكون عندي تصريف رقم تلاتة طالما الزمن تام والفاعل الاساسي بحط له اي نجي لانه استغرق مدة من الزمن في الماضي قعدت تشاهد التلفزيون ساعتين لحد ما نامت على نفسها ده السؤال بمعنى ايه بمعنى هل طيب بعد كده بيقول لي السؤال بكلمة استفهام ادا كلمة استفهام هاد فاعل مساعد فاعل والفربي تضاف له اي نجي كام المدة اللي قعدت تشاهد فيها التلفزيون لما نعسيت احنا شايفينها فوق كانوا كانوا ساعتين طب ايه استخدامات الماضي التام المستمر يا مس وازاي هقدر افرق ما بينه وما بين الماضي التام البسيط بص يا سيد الماضي التام المستمر بيعبر عن حدث الحدث ده استمر الفترة قبل حدث اخر او قبل حدث معام في الماضي يعني الحدث المعام في الماضي ده يا مس زي ما هو ماضي بسيط الحدث رقم اتنين اه بس الماضي التام المستمر ده الحدث رقم واحد اه هو هواب متأكدين من تمام حدوث الفعل بس استمر فترة اي ده بديني مثال I had been waiting at the airport for an hour before your arrival أنا عاد تستنى في المطار ساعة قبل وصولك يبقى وصوله ده وقت المعام في الماضي وصل مثلا الساعة 10 يصر دي تمام طيب بيقول لي by midnight بحلول منتصف الليل I had been studying عاد تدرس لحد الساعة 2 for 2 hours ساعتين كاملين يبقى ده ايه ماضي تام منستمر يستضم الماضي التام المستمر للتعبير عن حدث الحدث ده استمر الفترة قبل وقوع حدث اخر في الماضي يعني عندي حدث اولاني وعندي حدث تاني بس الحدث الاولاني استغرق لمدة في الماضي She had been studying physics قاعد يدرس فيزيا for 5 hours لمدة 5 ساعات when she took a rest وبعد كده خدرست ايه اللي حصل الاول قاعد يدرس فيزيا 3 ساعات او 5 ساعات يبقى دي استمرارية هيت واستمرارية فيها تمام حدوث الفعل متأكد من حدوث وبعد كده خدر استراحه الماضي التام المستمر بيعبر عن حدث استمر الفترة والحدث كان له اصل على حدث اخر في الماضي بمعناه She looked tired تبدو انها متعبة يبقى اكيد حاجة حصلت حاجة حصلت وترتب عليها ان هي متعبة فبيقولي she had been working hard all day كان بتشتغل بجد طول اليوم فده معناه يا شباب معناه ان هي الاول اشتغلت بجد طول اليوم وبعد كده قعدت او تبدو ان هي الطايرة دي متعبة يبقى حدث اول وحدث تاني ملاحظات هامة على الماضي التام المستمر طبعا احنا عارفين الافعال اللحظية ما بفعش تجي في اي استمرارية افعال اللحظية يعني اللي ما بتخدش وقت لحدثها دي break down يتعطى لستوبة توقف close يقف الopen يفتح ndn يرسيب استقبل وعرايب يصل هنا الكلمات دي ما لها او الافعال دي ما لها ما ينفعش يمنس استخدمها في الاستمرارية ولكن باستخدمها في الماضي البسيط او الماضي التام البسيط my car had broken down when I reached school لا يباستخدم الماضي التام المستمر عند ذكر مرات يعني شوف هنا بيقول لي ايه قبل انا بعدت خمس ايميلات لما عندك عدد يبقى ماضي بسيط مش ماضي تام عند ذكر اعداد في الزمن فبالتالي قلنا نستخدم او اعداد في الجملة بنستخدم الماضي التام البسيط لكن ما ينفعش نستخدم الماضي تام مستمر الافعال التقررية ولاد ما ينفعش تيجي في الاستمرارية ولكنها تيجي في التام البسيط هو جاب لك الافعال التقررية عشان تحفظها كده من اول السنة عشان لما نيجي في اي زمن في الاستمرارية يكون لك الأفعال التقريرية اللي تأتي في الاستمرارية يبقى أنت عارف هي مين الأفعال التقريرية لده looked ما ينفعش on looking و need ما ينفعش on need بعد كده عندي ثلاث مصطلحات إخوات because with sense و as يجي قبلهم ماضي بسيط وبعدهم ماضي بسيط ينفع ماضي تام ينفع ماضي مستمر ينفع ماضي تام مستمر برضو ينفع يبقى because with sense و as ماضي بسيط أدى زي was ماضي تام زي had eaten ماضي مستمر زي was eating وماضي تام مستمر had been working hard زي ما قلنا because with sense و as هيجي بعدهم لاربع أزمنة هنا نقول إن so that's why يجي قبلها نفس لاربع أزمنة وبعدها الماضي البسيط أدى that's why يجي قبلها ماضي بسيط أدى ماضي مستمر أدى ماضي تام أدى ماضي تام مستمر لحد هنا نظر لنه إحنا خلصنا grammar lesson one under the grammar درسين الأول والتاني بإذن الله الحلقة الجاية هنبدأ نشرح فيها lesson three under four lesson 34 عام موفق بإذن الله لطلب الصف الثالث السنوي دمتم بخير ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس والسيبلي قامس بأي حاجة أنت محتاجة أنا أرد عليك وادخل واشتراك في جلوب التليجرام دمتم بخير والسلام عليكم